بسم الله النهاردة هنتكلم على تكنيكا الرود ماب فور بروداكت ساب بورد نقدر نقول ان ده حاجة زي نو دوجل بيم ودي الصورة دي انا اوخدها من بيفدينج سمارت دي منظمة موجودة في كذا ما كان في العالم ايه اصلها موجودة في امريكا بمكاوم من عدد من الشركات اللي بتعمل السوفتوير بتتعاونوا مع بعض بحيث ان بقى فيه سيغة لتبادل بينهم بحيث ما تبقى شغال مثلا في الريفت ومش قادر تصدر للاركي كاد لا يبقى في تبادل بينهم انا احجبها ليفل 1 بيبقى الموضوع 2d و3d وملفات كلها dwdxf وpdf وساعة sketchup وساعة 3ds وبعد كافي ليفل 2 بيبقى في تحميلها من اي مكان بعد كذا بتوصل لليفل 3 بتلاقي عندك جزئين static او براماتك open library بيبقى عندك المنتجات بيتخش من عندي الجبهة وبيبقى الستاندرد بتاعي ان انا شغال ifc و mvd xml وترى التواصل مع باية الملفات ان انا بعمل open ifc component وفي في تبادل وفي to do list في library templates اكتر جدا في بعد كده بتخش على مرحلة البراماتك open library وده بيبقى انا عندي الفc في براماتك وبشغل على على rdf في open barometric ifc component في تمكين للpsdd في بعد كده الpoint level 3 ده بيبقى انت بقى شغال اونلاين دمام فبيبقى ان انت عندك كل شغلك عالكلاود وتعمل سيرش عالكلاود وتبدأ تشغل من خلال الكلاود لان ان بيبقى شغل من اكتر من مكان وكل الناس بتدخل على ملف وتقدر تاخد المعلومات اللي هي عايزة يعني مش مش فيه مثلا ملف خاص بالمعماري خاص بالشياء خاص بالفاستة منجبنت لا هو ملف واحد وناس كلها بتشغل عليه وتاخد اللي هي محتاجة منه